اهدى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة فوز هجن الطايلات في بطولة مهرجان البشاير السنوية الرابعة بسلطنة عمان الشقيقة وذلك بتحقيق المركزين الاول والثاني في الشوط الرئيسي للقعدان بندقية قعدان مفتوح الجابري لهجن الطايلات وفوزه بالمركزين الاول والثاني في بندقية القعدان في سن اللقاية الشوط الثالث مايهاب اهدى هذا الفوز الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة انما حققته مملكة البحرين من نتائج مميزة خلال مهرجان البشاير السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية 2021 في سلطنة عمان شقيقة هو مبعث فخر ويعكس مدى ما تحظى به رياضة الموروث الشعبي من اهتمام ورعاية ودعم لمواصلة العمل على الارتقاء بهذه الرياضات التي تسهم في تعزيز ارتباط ابناء البحرين بارثهم الثقافي والمحافظة عليه مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على المشاركة المستمرة في الفعاليات الخليجية التي تعنى برياضات الموروث الشعبي بما يحقق المزيد من المنجزات لمملكة البحرين على مختلف الصعود واعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على اعداد وتنظيم مهرجان البشاير السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية 2021 بسلطنة عمان الشقيقة متمنيا لهم توفيق والنجاح في النسخ المقبلة من المهرجانات بما يلبي تطلعاتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر